تجمع وسط بيروت على الساعة السابعة صباحا بعد تعبئة الأحد عشر حافلة تبدأ الرحلة اتجاه جنوب لبنان في الحافلات تتعالى أنغام الموسيقى الوطنية وأنشيد تمجد المقاومة رحلة ينظمها طلاب حزب الله في جامعة القديس يوسف في بيروت وجمعت أكثر من خمسمائة طالب من كل الطوائف اللبنانية يعتبرونها فرصة لاكتشاف البلد قبل كل شيء وبعد ساعتين من السفر ها نحن في الجنوب أربعة أميال من المشي نحو غابة تغمر الطلاب في موقع لحزب الله يستحيل تصوير وجه هذا المقاتل الذي يصف المكان بأنه بؤرة المقاومة خلال الاحتلال الإسرائيلي وحرب عام 2006 من خلال عرضه للأسلحة الرشاش وسواريخ كاتيوشا يريد حزب الله الترويج لصورة إيجابية في فترة التوتر هذه مع إسرائيل نحن نريد أن نواجه رسالة من خلال هؤلاء الشباب إلى العالم وإلى العدو بالأخص أن الشعب اللبناني وشباب لبنان هم مع المقاومة ويحضرون في مواقع المتقدمة للمقاومة ومن ثم يتجه الطلاب إلى أقصى الجنوب قرية مارون الراس الحدودية التي دمرت بشكل كبير خلال حرب 2006 حيث يتم التقاط صور تذكارية مع عدو حزب الله في الخلفية ولإتمام الزيارة يدمر الشباب رمزيا كلمة صهيونيا مكتوبة باللغة العبرية تحت أعين الجيش الإسرائيلي آخر النهار تدق ساعة تقييم الطلاب لرحلتهم أنا من الجنوب ومارئين شايفين آليات وإذا بتقربوا وبتشوفهم كأمين تحسوا أنهم تتقربوا منهم أكتر يعني بتتعرفوا عليهم أكتر بتشوفوا هن عائلتهم شو بتفكر هن بيشو بيفكروا بس لما يكونوا جاينا عم بيحاربوا وعلى الرغم من انسحاب الإسرائيليين تظل الحدود من أكثر المناطق حراسة في العالم وبغض النظر عن الرحلة الترفيهية يعيد طلاب كل الوعي أنه يمكن للمنطقة أن تغرق في جحيم الحرب من جديد في كل لحظة